نروح لأن بعض التقارير الصحفية في الساعات اللي فاتت إن جزء كبير من جماهير الليفر بول الإنجليزي بدأت تقلب على أو بلغة الكرة كده بتقلب على محمد صلاح وكمان بتطالب بسرعة رحيل وعن الفريق هدركوا عارفين بعد الأنباء الأخيرة حول دخول طبعا يعني محمد صلاح قال وعد برشرونا بالانضمام لها مع نهاية الموسم القادم جريد ميرو الإنجليزية طبعا نشر التقارير وكشف فيه إن محمد صلاح منح وعد لي نادي برشرونا الأسباني بالانتقال إليه مع انتهاء عقده مع ليبر بول الموقع قال إن فيه موقع اسمه ليبر بول إيكو ده مهتم جدا بأخبار نادي ليبر بول قال إن جماهير الأنفلد ما تقبلتش الفكرة دي فكرة أولا محمد رحيل مع نهاية الموسم وإن وجود اتفاق قريدي ما بينه وبين برشرونا ده غير مقبول وطالبت إدارة النادي بعرضه للبيع من أجل الاستفادة من عقد بيعه دلوقتي يعني هم بيقولوا إن محمد صلاح خلاص هو متفق مع برشرونا السنة اللي جاي إنه هينضمله ببلاش النادي ليبر بول مش هياخد فلوس وبالتالي بعض الجماهير وخلاص قالت خلاص من الأفضل تبيع محمد صلاح دلوقتي على الأقل تأخذ منه فلوس أو تكسب فلوس لصالح ليبر بول وكان فيه بعض الرضا يعني بعض الناس قالت يعني عندهم هو محمد صلاح خسر يعني شعوره بالولاء وفيه واحد تاني قال إن محمد صلاح انهار بعد ديسمبر أتمنى أن تنجح إدارة ليبر بول في بيعه هذا الصيف واحد تالت كاتب برضو إن إذا كان محمد صلاح قرر المغادرة بالفعل إلى برشرونا فإنه لا ينتمي إلينا الآن ويجب رحيله في هذا الموسم واحد رابع كمان كتب إن بيع محمد صلاح أو بيع ليبر بول لمحمد صلاح يواجه خطر التخلي عنه مجانا في الصيف المقبل وطالب إدارة ليبر بول بالتخلي عن محمد صلاح في هذا الموسم زي ما بقول لحضراتكم ما زال محمد صلاح ما بين وجوده في ليبر بول والانتقال العام الماضي إلى برشرونا ولكن في بعض الانتقادات على تصريحه إنه اتفق قريدي مع برشرونا على العام القادم ووجوده في أسبانيا